نوفمبر 2020 paper 4 variant 1 والسؤال العاشر تعالوا بينا نشوف قصته السؤال نيوكليا يا جماعة بيقول لي A radiation detector is placed on a bench In a laboratory it detects background راجل بيسألني يعني ايه background وقول لي one source of it حبايبي ال background هو ان لما حضرتك بتحط ديتكتور تمام already هو بيقرأ من غير السورس خالص يعني شايفيني الديتكتور ده مثلا مفيش قدامه حاجة مفيش قدامه ايه source of radiation بالرغم من كده مش قريه زيره فده معنى ايه معنى ان الراجل ده قريه ان فيه radiation مع ان ما فيش sources of radiation ده معنى ايه ان already the surround بيتدي radiation Surround بيتدي ايه بيتدي radiation لعدة أسباب يا جماعة منها مثلا natural background radiation from earth and rocks ال earth and rocks بتطلع radiation بس طبعا radiation خفيف يا جماعة background radioactive gases in air تمام natural background radiation from cosmic rays natural بقى الاشعاء اللي جايه من الفضاء الخريه مع السن والله يا جماعة يعني بعض لو انت مثلا شغال في مكان بيعتمد على الحاجات النوكليار زي مثلا شغال في power station مثلا معينة او معمل معين فده برضو بيبقى بيديني ايه شيء من ال background radiation اذا نقول له natural radiation due to surround ده تعرفها net one source is cosmic rays لان هو طالب one source بس فاحنا بنقول له cosmic rays ممكن تقول له sun ماركس كم بدي كذا حاجة soil rocks earth cosmic rays space sun weapon testing رايدن احد الجازز الراديو اكتف الموجودة في الair nuclear waste دي اجابة هذا السؤال السؤال التاني يا جماعة بيكلمني عن ركز بمعي انا عندي انا عندي حاجة اسمها polonium 208 حطينا قدامها الديتكتور يا جماعة ارى 890 حطينا two sheets of paper الair ya رجعت 40 تمام لاحظ ان السؤال اللي فاته هو قصلا قيل لك ان ال background ب40 يعني هو قيل لك ان ال background بكم ب40 خلاص اذا يا جماعة كأنه بيقول لي اننا السورس ده اللي هو ال polonium ده كان قاري قوة اشعاع قوة radiation 890 count rate 98 لما حطينا ورقتين الair ya رجعته 40 which is background بيقول لي يا ترى البولونيوم ده بيطلع ايه حبايبي الالفا هو الحاجة معنى كده جماعة ان الورقتين دول شفطوا كل ال radiation اللي خارج من هذا البولونيوم مين ده يا جماعة قالك ده الالفا ما هو الالفا هو اللي ما بيعديش من paper because alpha particles are stopped by paper ودي اجابة هذا السؤال الجميل السؤال اللي بعده السؤال مباشر لابعد مما تتخيل بيقول لي 208 is represented by polonium 84 atomic number mass number 208 قال لي هيطلع alpha ممكن تقول لي بقى طلع علي منه alpha is represented by write down the nuclear equation for the decay of polonium تمام طبعا احنا قلنا انه هيطلع alpha فpolonium 84 208 الالفا بتاعتنا جماعة اللي هو 2 atomic number mass number طبعا هو قال انه هيطلع lead هو اللي مديني هو السيمبل بتاعه مديني كل حاجة انا كل ينقصني يعني كل اللي انا مطالب بي ان انا يكون حافظ ان الالفا 2 and 4 ودي هتبقى جماعة 204 عشان تبقى 204 plus 4 تبقى 208 ودي هتبقى 82 plus 2 تديني 84 دي وده ازاي الراجل هيحسبك عليها في الامتحان من خلال من خلال انظر Intensi قلط من غLS قلط بس إعادة إعادة أفاق الطع حافظ 24 قلط من فحافظ uh شكرا